في الأثناء تنفذ إيران تهديداتها الذي ربطته بموعد نهائي لنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية مع العراق بما نشرته وكالة تسليم الإيرانية من لقطات تظهر تحرك وحدات مدرعة نحو الحدود الإيرانية العراقية وتحديدا صوب أقليم كردستان حيث وجود الأحزاب الكردية المعارضة لطهران ساعات حاسمة يترقبها خبراء المشهد العسكري كذلك يترقبه الشارع العراقي سيما مع تصريحات لوزير الخارجي فؤاد حسين كان أخرها أن العراق يرفض أي تهديد إيراني لسيادته تتفاقم المعادلة الأمنية المركبة على الحدود مع ما يرشح من تفاصيل التزام العراق بمواثيق أممية لحماية المعارضين للطهران وهو ما يعمق عقدة الحل التي ضيقتها إيران بموعد زمني وصفه خبراء بغير الكافي للتنفيذ بغداد بنود الاتفاق الأمني الذي تريد إيران ورائح كبح سلاح تلك الجماعات والأحزاب المعارضة وفي ترقب لساعات مصيرية قد تشعل فتيل مواجهة مسلحة يبرق سياسيون بحالة الانذار من تأثير التوتر الحدودي على المشهد السياسي الداخلي في العراق سيما بوجود حالة التوتر بين أربيل وبغداد من جهة وحالة البحث عن استقرار سياسي في الساحة العراقية تحتاجه حكومة السودان أكثر من أي وقت مضى والتي تتمثل باستعداد لإجراء استحقاق دستوري لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وفي إطلالة على المشهد العراقي الإيراني والإيراني في المنطقة فإن ثم تترقب للدور الأمريكي الذي يتحرك عن كثب في ملاحقة ومراقبة أذرع إيران في المنطقة سيما في المناطق الحدودية مع العراق السورية وهو ما يدلل به صحفيون حول ما وصفوها بشيطنة طهران وذرعها والابتعاد كثيرا عن لغة الهدوء وهو ما يؤثر على المشهد العراقي بشكل كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة